اشتركوا في القناة والجمعة هي مشتقة من الجمع لأن أهل الإسلام يجتمعون فيه كل أسبوع مرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بصورة الجمعة والمنافقون فهي صورة مدنية وعدد آياتها إحدى عشرة آية طبعا صورة الجمعة موضوع هذه الآيات هو يتكلم على بيان منة الله سبحانه وتعالى علينا ببعثة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وفضل أمته في هذه الآيات نتطرق إلى بعض المعاني ومنها القدوس وهو المنزه عن كل نقص أما الكلمة الثانية وهي الأميين وهو العرب الذين لا يقرؤون ولا كتاب منزل عندهم إذن هذه الكلمات أو هذه الكلمات التي نتطرق لها من صورة الجمعة هي لها معاني ولها تفسيرات طبعا من هذه الآيات نستفيد منها إلى أن كل هذه المخلوقات على وجه الأرض هي تنزه الله تعالى عن العيوب والنقائص وعما لا يليق به وأنه من أسماء الله الحسنى الملك القدوس العزيز الحكيم وهذا نتكلم عليها التي هي وردت في صورة الجمعة أيضا من هذه الآيات أن أعظم نعمة أنعم الله تعالى بها علينا هي بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله أنقذنا به من الظلمات إلى النور أي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أخرجنا من الظلمات إلى النور ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا من رحمة الله بعبادها أن أرسل الرسول من جنسهم ليسهل البيان ويحصل المقصود أعظم مهمات الرسول عليه الصلاة والسلام تلاوة آيات القرآن على الناس ويطهرهم من الشرك والعقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة وتعليمهم القرآن والسنة أيضا الناس قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم في ظلمة عظيمة وجهل واضح طبعا قبل البعثة الرسول كان الناس في جهل وكان في ظلمات وبعد هذا عندما بعث الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم تغير حال هؤلاء الناس من الظلمات إلى النور وبدوا يتعلمون ويفرقون بين الحلال والحرام وهكذا حال من لم يؤمن به بعد بعثه إذن هذه الصورة تتكلم على فوائد وعلى معاني تم شرحها في تفسير صورة الجمعة من الآية رقم واحد إلى الآية رقم أربعة وبهذا ننتهي من شرح هذا التفسير ونكمل إن شاء الله تعالى بقية هذه الصورة حتى ننهي من صورة الجمعة والصلاة